القوة الحقيقية لأي دولة أو جماعة بالدرجة الأولى في المعلومات اللي عندها والاستخبارات هذه هي القوة الحقيقية القوة المادية بعدين أنت بتتصوروا مثلا إسرائيل كان بإمكانها عندنا هون لولا قضية استخباراتها القوية والجواسيس تفاصيل بإمكانها السيطر فيش دولة بإمكانها السيطر على فكرة ولا تنتصر بالحروب إلا لما يكون متفوقة في المعلومة متفوقة في المعلومة لذلك دائماً بكونوا حريصين يكون عندهم المعلومة واللي ما عندوش المعلومة أعمى حتى لو كان قوي أعمى بنهزم بسهولة اللي ما عندوش معلومة وهامشي المعلومة اليوم واليوم بتشوفوا قضية برضو الإنترنت وما إنترنت والتجسس وجيد أنا على فكرة هون بدأت انتباه للناس اللي عندهم خبر في الإنترنت جيد إنكم اللي عندهم خبر في الإنترنت وبسمعوا الكلام يا جماعة أنتوا لازم تكثروا من الكلام مع الناس اللي بيدخلوا في الإنترنت وتفهموهم أو البلوفونات أو غيرها تفهموهم إنه أنتوا ديروا بالكم في بإمكان التجسس عليكم عن بعد آلاف الكيلومترات بالطريقة كذا وكذا 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 وكيف لازم يتحصنوا هذا اليوم بصرش الناس اللي عندهم خبرة إنهم يتقاعسوا عن هذا الجهاد إنه بينوا للجماهير لأنه أعداء الأمة اللي موجودين في كل مكان بيستغلوا جهل الناس وياما ناس قادر بتوقع لأنه ما عندهاش خبرة يعني كيف ممكن يتجسسوا علي في البيت أنا سواء كان معي بالفن ولا كنت أنا في الإنترنت فاتح على صفحات وتفاصيل فهموا الناس الناس اللي هذه أمانة في أعناق الناس اللي عندهم خبرة لأنه ديروا بالكم قوة قوة أي أمة بالمعلومات الموجودة عندها فهي